لكن البعثة الحمد لله وصلت النهاردة صباحا إلى القاهرة بعد رحلة سفر حوالي 9 ساعات من بريتوريا إلى مطار القاهرة الدولي النهاردة الفريق طبعا واخد راحة لأنه راحة سلبية للمرحلة اللي جاية قدامكم على الشاشة طبعا بعض المشاهد واللقطات من مغادرة البعثة من بريتوريا طبعا سفير جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا طبعا كان أين بدور كبير جدا مع بعثة النهارة منذ اليوم قدامكم حتى هو في السلام وفي مغادرة البعثة ومغادرة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي كل كان متواجد مع النادي الأهلي على قدر الحدث والكل بصراحة قدر إن كان حاول يقدم التسهيلات ويزيل أي عقبات ممكن كانت تواجه البعثة في مباراة سانداونز ومباراة الإياب طبعا الفريق في اليوم ده دنبارح كان عمل تدريبات فيه إحدى الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة ثم بعد ذلك توجه في حدود حوالي الساعة التساعة مساء من بريتوريا إلى جوانسبرج حوالي ساعة في الطريق ضمك واحدة الفريق في مطار جوانسبرج قبل العودة إلى القاهرة الإجراءات الحمد لله انتهت بشكل سريع السفارة المصرية مع الجهاز الإداري كل هذه الأمور الإدارية واللوجستية بيتم التحضير لها بشكل جيد جدا عشان تقدر تشتغل وترجع فيه توقيت مناسب قبل المباراة اللي جاية هو في الصورة حتى في مطار جوانسبرج الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي الاستساري أنديل عضو مجلس الإدارة واللي كان موجود بالتأكيد مع الفريق في هذه الرحلة وفي هذه المباراة والحمد لله كللت في النهاية بالنجاح وبالانتصار وبالتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي طبعا الجهاز الفني الحمد لله انتهى من موقعة كانت صعبة جدا موقعة كانت مهمة جدا وكبيرة جدا لأن مثل هذه الأحداث ومثل هذه المباراة بتفرق في مشوارك الإفريقي قدامكم واحدة اللعيبة هي خلاص في مرحلة الركوب للطيارة والبوردينج والتجهيز للعودة إلى القاهرة بتبقى لحظات كلها طبعا سعيدة لأنها بتبقى راجعة ومنتصر وعمل نتيجة إيجابية ومتعاهل لمرحلة الدور نصف النهائي فبتبقى الأجواء كلها أجواء مميزة قدامكم على شاشة على فكرة برضو أحد الجنود المجهولة برضو من الناس اللي كانت موجودة مع البعثة وقام بدور كبير جدا فكرة تجهيز الطعام والعوامل التخزية دي بتفرق كتير قوي مع أي فرقة كورة أو أي فرقة رياضية لما بيكون عندها حدث مهم جدا أو معترق إفريقي مهم طبعا في الفترة الحالية فبصراحة الكل على قدم وساق يعني اشتغل على فكرة للأهلي يقدر يوصل للهدف المنشود ويسعد جماهيره ويتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي ضمكه طبعا في الصورة علي معلول كابتن وليد سليمان كابتن سمير عدلي المدير الإداري اللي دايما بيزبق البعثة باربعة وعشرين ساعة عشان يحضر كل هذه التفاصيل سواء قبل المباريات أو بعد المباريات فالحمد لله الأمور كلها يعني انتهت على ما يرام ودير تتحقق الهدف اللي انت بتشتغل عليه عشان تصل بعد مباراة سانداونز في القياب انك تكون موجود في الدور نصف النهائي حتى على فكرة برضو يعني الناس الكاباتن اللي موجودين حتى في مصر تيران الناس كلها سعيدة الناس كلها مبسوطة النادي الأهل ببينتصر ولا ما بيكسب وبيعمل نتائج كبيرة في إفريقيا بتتكلم عن فرحة شعب بتتكلم عن حالة بتبقى جميلة في الشارع المصري بتتكلم عن ان الكل بيبقى سعيد وفرحان بوجود النادي الأهل ووجود الأندية المصرية في المراحل النهائية لو عندك نجوم وعندك لعبين كانوا محتاجين السقة دي في التوقيت ده في عمر مشوار البطولة الإفريقية تحديدا لانك كمان عدت على فريق الكل بيعتبروا أقوى فريق في دور التمانية فريق سانداونز من أقوى الفرق في دور التمانية في البطولة الإفريقية فبالتالي اللي جاي آه اللي جاي هيبقى أصعب لكن ككورة لا فريق سانداونز كان فرقة محترمة ولو ما كانتش وجهة النادي الأهلي كانت بنسبة كبيرة كانت ممكن تحجز مكان في الدور نصف النهائي لكن الحمد لله قدر النادي الأهلي اتخطت هذه الموقعة وقضامكم بعض اللقطات الخاصة والحصرية والكواليس دي جو كواليس بحثة الأهلي دايماً كده ببقى ليه رونق ليه شكل مختلف فالحمد لله قناة الأهلي دايماً ببقى ليها الرياضة في نقل هذه الكواليس كلام ده من زمان يعني دايماً قناة الأهلي متميزة في هذه الجزئية لأن احنا دايماً بنقدم خدمة الحمد لله طبعاً مش عايزين نتكلم عن نفسنا بس الحمد لله دايماً جمهورنا بيحس وبيقدر طبعاً الكلام ده الحمد لله حاجة ممهمة جداً ومميازة جداً لجماهيرنا وده دورنا بالتأكيد أن احنا لازم نعيش جماهيرنا في كل اللحظات سواء مع فريق كرة القدم أو حتى مع كل الفرق والبعثات الخارجية اللي بتمثل النادي الأهلي سواء محلياً أو إفريقياً لعب الأجانب أليو باجي أليو ديانج جيرالدو طبعاً كلهم الحمد لله ظهروا بشكل متميز جداً في هذه المباراة جونيور أجايي نفس الأمر لكن لو بنتكلم بقى على بعد عودة البعثة والاستعداد للمرحلة الجاية يوم الأربع اللي جاي مباراة الأهلي واسموحة في أستاذ القاهرة يوم السبت بعدها بـ 48 ساعة مباراة الأهلي وإمبي في أستاذ القاهرة يوم الأربع اللي بعدي مباراة الإنتاج الحرب والأهلي في أستاذ السلام يوم السبت الأهلي واسموحة في أستاذ القاهرة فإحنا بنتكلم في ظرف عشر أيام الأهلي يلعب أربع مباراة يعني نتكلم على مباراة صعبة مباراة هامة جداً وأتمنى يا ربي بإذن الله تكون الفرصة مواتاة إن الجهاز الفني يشتغل في الوقت الدايئ ده عشان يحضر اللعيبة للكم المباراة وضغط المباراة اللي جاي بالمنظر ده والشكل ده فرقة لسه جاي النهار ده الاتنين يا دوبك راحة صلبية النهار ده بكرة مش تدريب ده بكرة تدريب في مؤسكر عشان تخش وتلعب مباراة يوم الله وقت دايق جداً والترتيبات اللي اتعاملت لهذه الجزئية كانت محتاجة مساحة لكن ندي الأهلي طالما الجدول طلع بالشكل ده التزم بجدول الدوري والتزم بالموعيد اللي حددها اتحاد الكورة للأهلي من مصلحته إن يكون في انتظام للمسابقة والدنيا تمشي لفترة الجاية بشكل كويس بإذن الله